هذا وقد شنت إيران الليلة الماضية هجوما على إسرائيل باستخدام عشرة الطائرات المسيرة وزوره كروز وفي هذا السباق أعلن الجيش الإسرائيلي اتراد 99% من القذائف التي أطلقتها إيران مؤكدا أن إسرائيل تدرس حاليا الرد على الهجوم من جانبها قالت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم لبحث الوضع في الشرق الأوسط وتطورات التصعيد العسكري